أنا إنسانا والحمد لله مستقيم ولا أزكي نفسي ولكن عندما أرى النساء أميل إليهن ببصري وليس مستمرا وبعد ذلك النظر أتبعها بالاستغفار والصلاة وأندم ولكن سريعا ما أرجع للنظر مرة ثانية علما بأنني لا أزني ولا أنجزنة عليك يا عبد الله أن تقف بصرك وأن تجتهد في أرض بصرك لأن الله يقول كل من يوضو من أبصاري أنت مأمون في أرض الأبصار والحرص والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظر الفجأة قال لك الأولى وليس لك الأخرى وقال أصلف بصرك فإذا ابتلي بالنظر فليصل بصرك ولا يتبع النظرها النظرة فلا يجوز ولو كنت تستفر بعد ذلك ليس لك أن تتبع النظرها النظرة فلا عليك أن توضل بصرك وتعرض عنه ما تبتلاب من النساء عراض المؤمن الذي خاف الله عز وجل وأما كنت تستفر بعد ذلك أهل عبر أنصار طيب وواجبا عليك لك عليك قبل هذا أن تفعل عن المعصة وأن تبتعد عن المعصة أولا قبل أن تقع وهلك أن توضى بصرك وتصرف بصرك وتحذر تر النظرات وكم من نظرها عقب حسرات وليل بالله وكم من نظرها عقب سر عظيم وفساد كبير